اعلنت حكومة اقليم عفر الحداد لمدة ثلاثة ايام على ضحايا مخيم فانتيراسو ومخيم غاليكوما الذي اسفر العديد من القتلى والجرحى نتيجة هجوم الجماعة الارهابية بالمدفعية الثقيلة وفي هذا الصدد اعربت رئيسة مجلس اقليم عفر السيدة امينا سيكو عن بالغ حزنها وقالت ان هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تقراء الارهابية بحق الابرياء كانت مروعة وسيسجله التاريخ ولهذا السبب اعلنت الحكومة الاقليمية الحداد على ضحايا الجماعة الارهابية وفي اعقاب المذبحة الوحشية التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تقراء الارهابية ضد المدنيين في اقليم عفر تسببت في مقتل مئتان واربعون مدنيا بينهم مئة وسبعة من الاطفال وتسعة وثمانون امرأة واربعة واربعون مسنا وقتل وجرح رعاة ابرياء ودمرت المستودعات بالكامل وكما هو معلوم خلال هذا الاسبوع وصل عدد الضحايا الذين يتلقون العلاج في مستشفى دوبتي الى ثمانية واربعون جريح وقال اخصاء الجراحة في مستشفى دوبتي الدكتور سيد نورو ان اربعة من الضحايا الذين اصيبوا بجروح خطيرة جراء الهجوم الارهابي للجبهة الشعبية لتحرير تقراء تمت احالتهم الى اديس ابابا لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لانقاذ حياتهم وبالاضافة الى ضحايا هجوم مخيم غاليكوما فان سكان مناطق كل من كالاوان واوة واورا تعرضوا للمداهمة من قبل الجماعة الارهابية ومن اجل النجاة بارواحهم نزحوا الى مدينة لوكيا حيث تفقدت قناة فانا الفضائية عن احوال النازحين ومن بينهم نساء وشيوخ وكبار في السن وقالوا انهم نزحوا وتركوا ممتلكاتهم التي تعبوا عليها لسنين طويلة كما ان مواطنون منطقة سمرة عاصمة اقليم عفر يقومون بانشاء لجان لجمع المساعدات الغذائية والغير غذائية للضحايا والى الان يصل المبلغ الذي تم تجميعه الى حوالي مليون بر وبعد اعلان الحكومة الحداد تم تنكيس العلم في منطقة سمرة وغيرها من المدن ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مكتب الاتصالات باقليم عفر فقد تعرض المجتمع الرعوي للهجوم من قبل عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تقراء الارهابية التي كانت تحاول زازعة واستقرار اقليم عفر والبلاد